السلام عليكم ورحمة الله أحبانا في كل مكان مسائل ورد على الجميع عايزين نشرح مع حضراتكم اليوم كيف نزرع شجرة البابايا أو الباباز في البيت من البزور عندي واحدة عمره حوالي أربع شهور عايز أوريها لحضراتكم وكنت زارع جبل كده وعايز أوريكم الوقت جديش بتاخد بتطولة جماعة من البزور بتطول شوية وهنشرح مع بعض شوية خصائص عن هذه الشجرة الرائعة بصراحة البابازة جماعة مفيد جدا جدا في كل حاجة يعني مليان بالألياف مفيد للقولون مليان بالفيتامينات مضاد للأكسدة رائع في كل شيء بيحفظنا من الأمراض الخطيرة زي السرطان اللهم احفظنا جميعا لازم يكون عندك شجرة أو اتنين باباز في البيت وبنصحكم بزراعته من الفواكه الاستوائية الرائعة اللي بتتحمل الحرارة وما بتتحملش البرودة هنتكلم مع بعض الخصائص وكيف نزرعها من البزور تمام هدي انا كنت زرعها من بزرة البابازة جوافة جماعة يعني من الحاجات اللي بتصلح ان احنا نزرعها بالبزرة لكن فاعب واحد ان البزرة بتطول حوالي من 20 يوم لشهر عبل ما تطلع وفي نفس الوقت بنسبة 90% دايما الانبات بطلع بكر فيعني انا نصيحتي هنزرعها بالبزور واني زرع جبل كده بالبزور لكن يعني كنصيحة من اخ اللي عايز يزرع باباز او بابايا لو تروح لمشتل وتلاقي عنده شجر تكون الواحدة عمرها مثلا داخل على السبع تمن شهور وتلاقي عنده اتنين وباين عليها بداية التزهير او الورج يعني صاحب المشتل بيعرف قل له عايز واحدة ذكر وواحدة انتاية لازم يكون عندك بباز شجرة على الأجل واحدة انتاية في البيت يعني المفروض ان اربع خمس شجرات انتاية بتحط معهم واحدة ذكر خمسة مؤنس اربعة مؤنس يتحط واحد ذكر معاهم عشان التلقيح وفي اختلاف بين الشجرتين بتلاقي دايما المؤنسة في الافرع في الحتة هادي كده في الحتة هادي على طول في الافرع الجانبية على طول هذا بيبقى في اخر وهنا بيطلع وردة صغيرة على طول من الفرع يعني لو جينا هنا بصينا زي هادي في الحتة هادي بتلاقيوا على طول بيطلع هنا ظهرة صغيرة من الساق هادي المؤنسة الذكر بتلاقي الظهرة بتاعته بتطلع في فرع طويل زي هذا فرع بيطول لبرة خالص وبعد كده يطلع ظهرة مفتوحة هذا الذكر فيعني لو الافضل ان المشتل تشتري منه مثلا حب بيتين او حبة على الاجل تكون انثة وممكن الانثة يطلع فيها اظهار مذكرة مع مؤنسة فنصيحتي اللي عايزة تلاشى الوقت ورخيصة جدا هتكون في المشاتل سعرها ان انت هت يعني بمبلغ زهيد جدا ممكن تكون عندك شجرة بباز وتكسب وقت حوالي سنة على الاقل انها بعد سنة لسنة ونص بتبدأ تطلع معانا الفاكهة لكن في نفس الوقت من البزور بتصلح لكن بتاخد من عشرين يوم لشهر وبنسبة حوالي تسعين في المية بتطلع دايما مذكرة اني زارع هنا من عشر تيام بياخدو حوالي لسه شهر عبر الانبات شوف طلعت معي وحدة وحدة فقط اللي انبتت شجرة بباز معايا اهي من حوالي حطيت هنا اثناشر بزرة على مستوى الاصيس كله ما طلعش معايا غير وحدة لسه اهي خلال العشر تيام اللي فاتو فبتاخد من عوالي عشرين يوم لشهر عبال ما تطلع الببازة معاك فيعني عشان ما تبقاش مذكرة ممكن نجيب برضو من المشتل فيش اي مشاكل وهدي البزور هوري لحضراتكو اهي هادي البزور اللي من خلالها هنزرع بعد ما بتاكل فكهة البباز وتشجها تاخد البزر هادا تخسله وتجففه شوية وبعد كده هنبدأ نزرع منه تمام هذا البزر زي ما قلنا اللي من خلاله هنزرع البباز من البزور وشوف خير دليل انها بتاخد حوالي شهر يا جماعة اتناشر واحدة ما طلعتش في العشر تيام اللي فاتو غير واحدة لسه ويدوب اهي هتبدأ تطلع الورد المتفتح بتاحها هادا تمام في فرق تاني يا جماعة لازم نعرفه قلنا فاكهة استوائية بتتحمل الحرارة بنرويها كل 3-4 تيام بتتحمل الحرارة ما بتتحملش البرودة وفي نفس الوقت ما تتعرضهاش للسجعة الزايدة التسميد بنيجي دايما البزور هدي أفضل معاد نزرعها في شهر فبراير في نهاية الشتاء في دخلة الربيع وفي نفس الوقت السماد العالي أي نوع سماد وبالذات السماد اللي هو الحيواني أو مخلفات الطيور برضو في فبراير بنيجي من بعيد حوالين الساق جزورها بتتشعبش لتحت جماعة البباز تتشعب كده 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 على سطح التربة والتحت شوية فانت من بعيد خالص تديها السماد في شهر فبراير وإن شاء الله هدي تكون مؤنسة وتطلع معانا انتاية في حاجة تانية في حاجة تانية لازم نعرفها الفاكهة ذات نفسيها جماعة الفاكهة لما تيجي تشجها ممكن تلاقيها على طول البزر اللي جوا دقر أو انتاية هدي كده دليل على ان البزرة اللي اكلتها الحباية اللي فيها كله بزر انتاية مؤنس الصغير التانية الحباية اول ما بتيجي تفتحها عشان تكلها بتلاقي جوا عاملة زي الكوسة كده حاجة بيضة طويلة خالص هذا الزكر ما تصلحش للزراعة يعني البزور ممكن تفتح الحباية تعرف الزكر ان انت اول ما تفتحها بتلاقي البزور كبيرة جدا جوا عاملة زي اليقطين كده او اللي هو البزور البيضة الطويلة الكوسة هادي بتكون الزكر ما تزرعهاش لو فتحت الحباية ساعة متاكلها وتلاقي الحبوب بهذا الشكل يبقى انتاية لو جينا هنا هذا قصيص ما يخدش اكتر من 3-4 حبات بكل سهولة بنيجي نحط بزورنا كده ونفحور في الطربة 1 2 3 4 ولو طلعت حاجة هحط في كل مكان اتنين هحط في كل مكان اتنين ناخد كمان اتنين ناخد كمان اتنين بصوا شكل البزرة جماعة عشان تبقوا عارفين شكل بزرة البباز تمام حطناهم وساجئ انا الطربة هادي بتمس عرملة خلاص حطناهم بهذا الشكل تمام وغطينا عليهم بالرمال بتطولة جماعة من 20 يوم لشهر فاني نصيحتي اللي عايز يكسب وقت برضو ممكن ايش يطلع مشتل ثقة وياخد منه اللي هو ايش بس نسج وش التربعة الخفيف وكل يوم ان تلاتة التربة جفت بنسج القصيس تاني هادي الزراعة من البزور بقمة السهولة وهذا البزر تاية زي ما قلنا تمام التاني ذكر بتلاقي جوا الحبية طويل وابيض وكل اللي فيها ببترة اربعة وحدة تكبار يبقى فكهة استوائية في منها الذكر والانسة قلنا الطريقة بنسمدها دايما في شهر فبراير بنزرع البزور في شهر فبراير مفيدة جدا جماعة لامراض كتير فوق ما تتخيلوا مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكساد بتحفظ من السرطانات ومن أي حاجة وحشة والعياذ بالله تسميدها خلاص ريها كل ثلاثة أيام حوالي حاول تزرعها في كورنر يعني أنا جاي هنا هذا مكان يعتبر زاوية الشتلات الصغيرة بوزحها برضو يعني هي بتدي شكل جمالي للمكان على زيو البيت في زيو الحديقة في أي كورنر شكلها ببقى جميل وحاول تخليها أنا عارف إنه في الشتة هيبقى متلج وسجع عليها فممكن تموت وتلاقيها فجأة وجعت لأن السقها ده بيكبر ويدخن زي القصيص حجمه بيبقى في المستقبل ومش خشب عامل زي الموز يعني ممكن أي خبطة جامدة يطيح فما تحطهاش في مكان في طياراتها وزايدة وفي نفس الوقت ما تروهاش بغزارة إن أنت تخلي المنطقة اللي تحت يعني حاول دايما لما تكبر اتجبل لها الأرض كده خلي الأرض مجبلة عاملة زي الجبل حواليها ومن بعيد مكان مفحور شوية تزجي منه أتمنى يا رب المعلومة تكونوا استفدتوا منها ويكون الفيديو مفيد ونال الإعجاب كيف نزرع البباز من البزور بهذه الطريقة بياخد من 20 يوم لشهر ما أنبتتش معايا في العشر تيام اللي فاته غير واحدة زي ما أنتوا شايفين أهي الببازة هذه واحدة اللي طلعت معاي فقط من حوالي 12 واحدة لسه خلال 10 تيام بتاخد حوالي 20 يوم لشهر السقايا زي ما قلنا كل 3-4 تيام ما نغرجهاش التسميد في شهر فبراير والفرق بين الذكر والأنسة زي ما قلنا فأتمنى يا رب نشوفكم في فيديوهات تانية وتكونوا استفدتوا من هذه المعلومة نتمنى تدعموا الاشتراكوا تكونوا معنا في القناة جماعة يسعدنا رؤياكم نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية زراعة البباز من البذور ودمتم بخير أخوكنا عين حجابي مس عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته